اشتركوا في القناة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل الوعي في اللغة يدل على فهم الشيء وحفظه وفقهه والإحاطة به الأذن الواعية هي أذن سمعت وعقلت ما سمعت أو هي أذن سمعت وحفظت ما سمعت وعملت بما ينبغي عليها أن تعمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأان سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها فرب مبلغ أوعى من سامع هذه هي الخطبة العشرون في سلسلة خطب عنوانها توعية أعرض لكم في السلسلة صورا وأحداثا من علاقاتنا الأسرية ومعاملاتنا المالية صحيحة مرة لنعمم خيرها وننشر فضلها وخاطئة أو مخطئة مرة لنحذر شرها ونترك فعلها في كلتا الحالتين نفيد وعيا وفهما يحب الإسلام أن يتحلى أبناؤه بالعلم وأن يتزينوا بالفهم وأن يتجملوا بالحكمة وأن يتمسكوا بالتعقل والتدبر والوعي على الطرف المقابل يكره الإسلام مخالطة الجاهلين وصحبة السفهاء والمغفلين عنوان خطبة اليوم يختار أخف الضررين إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهما هذه العبارة يختار أخف الضررين وأهون الشرين قاعدة فقهية تنترج تحتها عدد من فروع المسائل الفقهية والشريعة لكنها كذلك قاعدة قانونية وحياتية يتبعها العقلاء في شؤون حياتهم لينجحوا وعندما يخالف بعض الناس هذه القاعدة يقعون في أخطاء جسيمة نحن جميعا نحب أن نأخذ المصالح كلها وأن نترك المفاسد كلها لكن في بعض الأحيان أنت تتعرض لمفسدتين لا تستطيع أن تنفك عن واحدة منهما ينبغي عليك أن تأخذ الأخف لتدفع الأشد عفاف فتاة صالحة خييرة بنت عائلة معروفة بالمحافظة على الأسرة ورعاية الزوج وماله وأسرته تزوجت شابا بدأ لأهلها أنه جيد رزقت منه بابنتين ولكنها مع مرور الأيام خبرت صعوبة أخلاقه وسوء إدارته للأسرة والمال وعدم تحمله للمسؤولية كان ينفق ماله القليل على ملذاته ويتركها والبنتين في ألم القلة والحاجة فضلا عن أقسى العبارات أصيبت بارتفاع ضغط شرياني نفسي المنشأ وأمضت كثيرا من لياليها باكية متألمة اليوم وقد بلغت بنتها السابعة والتاسعة لم تعد تطيق صبرا وتريد طلاقا ولو كلفها ذلك ما كلفها لا يستطيع أبوها ضمها مع أولادها إلى بيته لفقره وعجزه وهو يعلم من سوء خلق زوجها أنه لن ينفق على الأولاد إلا الفتات إرغاما لها وإرهاقا فعفاف بخير النظرين إما أن تبقى متحملة ما تتحمل من العلاء مع زوجها لتبقى في بيتها مع الأولاد لترعاهم وتنعم بقربهم وتحفظ سلامة تربيتهم وإما أن تطلب طلاقا وتذهب لبيت أهلها فترتاح من عناء زوجها لتجد عناء فقد بنتيها ويجدن لوعة فقد الأم وسوء خلق الأب فهي أمام خيارين أحلاهما مر يا بتبقى معها الزوج الشرير يا ابت الطلاق ابتصفى بالأولاد الإنسان دائما يحب أن يجلب كل المصالح وأن يدفع المفاسد كلها بس أحيانا وأكثر أحياني الحياة نحن نتعرض لمفسدتين ماذا ستفعل؟ يختار أخف الضررين هذه هي القاعدة الفقهية والعقلية والقانونية والحياتية نقول للأخت عفاف وأشباهها ممن وقع بين محظورين أو مكروهين أو شرين أو ضررين أو مفسدتين وهذا يقع في الحياة ولعله أكثر ما فيها يرتكب أخف الضررين وأهون الشرين لدفع أكبرهما أيها الإخوة يقول الفقهاء جاءت الشريعة لتحقيق مصالح الناس بجلب النفع لهم ودرء المفسدة عنهم فيجب دفع المفاسد كلها ما أمكن وجلب المصالح ما أمكن وهذا هو الأصل لكن إن عرضت المفاسد ولا يمكن دفعها كلها وجب اختيار المفسدة الأخف وارتكابها ودفع المفسدة الأكبر والأشد واختيار المفسدة الأخف تساعد على تجنب الأشد قال ابن النجار فدرء العليا منهما أولى من درء غيرها وهذا واضح يقبله كل عاقل واتفق عليه أولو العلم مستند هذه القاعدة الفقهية والشرعية والقانونية والحياتية قول الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل قصة هذه الآية أن سرية من سرايا المسلمين ذهبت لمواجهة المشركين فقاتلوهم في أول يوم من رجب ظنا منهم أن هذا اليوم هو آخر يوم من جمادة وقتلوا منهم مشركا ففجر المشركون وقالوا إن محمدا يزعم أنه يتبع رضوان الله وهو أول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب فأنزل الله تعالى الآية تبين أن مفسدة أهل الشرك من الكفر بالله والصد عن بيته وفتنة المؤمنين بالسعي لإرجاعهم إلى الكفر أعظموا من مفسدة قتال المشركين في الشهر الحرم فاحتملت أخف المفسدتين لدفع أعظمهما ودليل هذه القاعدة أيضا حديث بول الأعرابي في المسجد ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يزرموه لأن ذلك ضرر أعظم من ضرر تنجيس المسجد فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرضا بأقل الضررين لدفع أكبرهما وما فعله سيدنا الخضر على مرأة من سيدنا موسى عليه السلام كما تقرؤون في سورة الكهف كان دفعا للشر الكبير بارتكاب الشر الصغير ومراعاة أخف الضررين وأكبر المصلحتين لهذه القاعدة أيها الإخوة تطبيقات كثيرة في الفقه منها جواز شق بطن المرأة الميتة لإخراج الجنين إذا امرأة حامل وماتت هل يجوز أن شق بطنها نمثل بالجثة؟ هذا ضرر لكن يحتمل أخف الضررين لدفع أكبرهما وجواز قتل الكلاب الشاردة إذا كانت تخيف الناس وتؤذيهم أنتم تعرفوا أن المحافظة بالدور تقتل هذه الكلاب الشاردة هذه الكلاب التي تنزل إلى الأحياء وبين الأبنية تؤذي الناس ترعبهم وربما أصابتهم بأمراض يجوز قتل هذه الكلاب مراعاة لأخف الضررين وكذلك قتل كل مؤذن لا يندفع أذاه إلا بالقتل مع أن قتله بالأصل ضرر لكن يحتمل أخف الضررين ومشروعية القصاص والحدود مرات تأتي أصوات من الغرب يقولون يا أخي أنتم عنكم أنتم عنيفون تجرون عقوبة الإعدام أنتم تقطعون يد السارق أنتم ترجمون الزاني المحصن مو حرام مو ضرار مو أذية مو إساءة لحقوق الإنسان الجواب نعم ضرار وأذية وإساءة لحق الإنسان الواحد لأجل أن نحمي حقوق الناس كافة ولأجل أن نرعى مصلحة المجتمع كافة فنحن نتحمل الضرر الأخف لندفع الضرر الأكبر هكذا العقل في كل الدنيا يقول العقل الصحيح وهكذا قالت القوانين وهكذا يقول الفقه وهكذا تقول الشريعة ومن تطبيقات هذه القاعدة جواز السكوت على المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضرر أعظم مرات أنت تشوف منكر إذا بدك تنهى عنه سيتولى الضرر أكبر فبيصير حرام عليك أن تنهى عن المنكر مر أحد العلماء مع بعض أصحابه في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معه فأنكر العالم عليه الطلاب شافوا مجموعة من التتار مشربوا خمر فراحوا يمنعونهم من شرب الخمر فالعالم أنكر على طلابه قال اتركوهم يشربون الخمر لماذا أنكرتم عليهم؟ وقال لهم إن الله حرم الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال تركوهم عم يشربوا خمر أحسن إذا صحيوا بدون يقتلوا الناس إذا صحيوا بدون يعتدوا على أموال الناس نرضى بالضرر الأقل لندفع الضرر الأكبر فالنهي عن المنكر إن ترتب عليه منكر أكبر وجب السكوت عنه ارتكابا لأخف الضررين لدفع أكبرهما وهكذا أيها الإخوة تجدون فروعا كثيرة في الفقه ويوجد فروع مثلها في الحياة الحل فيها اختيار أخف الضررين وأهون المفسدتين وأقل الشرين لدفع أشدهما وكثيرا ما يحتاج الواحد منا إلى أن يطبق هذه القاعدة ليصيب فالمرء يحب تحصيل المنافع كلها ودفع المفاسد جميعها لكن الحياة لا تستقيم له على هذا الحال فيحتاج مرارا لقبوله بأخف الضررين وأقل المفسدتين الآن أمثلة حياتيه الشاب الفقير الذي يعمل عند رجل يطالبه بالجهد الكبير ويعطيه الأجر القليل تحدثه نفسه وبعض من حوله أن القعود في المنزل من دون عمال خير من استغلال الرجل له شاب معدام صفر فقير صاحح له شغل بمئة ألف ودوام من الساعة سبعة الصبح للعشرة بالليل وشغل من دون وقفة أجو رفقاته وقالوا له أترك عود بالبيت أحسن لك عم يستغل لك هذا الرجل نصيحة لهذا الشاب أن يطبق هذه القاعدة نرضى بأخف الضررين صحيح أن هذا الاستغلال بهذا الرقم ضرر ومؤذي ومفسد لكن إذا عدت بالبيت شو يصير صرت محتاجاً للناس وستستدين أو تمد يدك للآخرين ارضى بأخف الضررين خليك عم تشتغل عند هذا الرجل ودور عن علم الأحسن بس تجد أحسن اتركه ومشي أما أن تذهب وتجلس في بيتك فقد جانبت العقل والشرع والخير والصواب وأساء لك من نصحوك نقول له ارضى بأخف الضررين وهو بقاؤك في العمل عنده لدفع أكبرهما وهو البطالة وحاجتك للمال وليكن بقاؤك عنده إلى أن تجد خيراً من العمل عنده هذه واحدة عائلة مستورة مستأجرة داراً مناسبة بمبلغ كبير يستنزف مواردها المالية أتيح لها شراء منزل في طرف المدينة البعيد يريحها من تبعات الأجار الشهري أفرادها مقسمون إلى قسمين القسم الأول يريدون البقاء في بيت الأجر المناسب المستنفذ للموارد والقسم الثاني يريدون الانتقال للبيت البعيد غير المناسب ليتدخروا شيئاً من الموارد المالية شو رأيكم أنت صحر لك هذا الأمر عم تدفع أجار كل شهر أربعمائة ألف خمسمائة ألف سبعمائة ألف صحر لك بيت بطرف المدينة شراء نقول لهم ارضوا بأخف الضررين وهو سكنكم في المنزل البعيد الملك لدفع أكبر الضررين وهو استنزاف الموارد إلى أن تدخر مالاً جديداً تشتر به داراً أفضل يا أخي بس هنتلبك أكيد ضرر هو ضرر يا أخي بعيد عن الشغل ضرر يا أخي منطقته مو جيدة ضرر بس أحسن ما تبقى طيلة عمرك في الأجار ومواردك تنتهي هذا الكلام مهم لكل شبابنا حتى لا يتسرعوا ولبناتنا إنها التوعية الدائن الذي امتنع مدينه عن السداد مرات أنت بتدين واحد دين كبير ما فيه إلا أنه مستعد لإعطائه شقة سكنية في مصيف لقاء إبرائه من الدين مصاري ما فيه عندي بيت ببلودان تاخده بدال الدينات نقول له ارضى بأخف الضررين واقبل الشقة خيرا من أن يفوتك المال والشقة نصيحة لأنه بعينته المال رايح خد بيت يا أخي ولا إلك طريقة بعدين بيعه أحسن ما يروح المصاري والشقة الرضى بأخف الضررين الزوج المقتلى بزوجة شريسة ولكنها ترعى أولاده وتهدده إن طلقها بترك الأولاد له ولا يستطيع الزواج بغيرها إن طلقها ولا يجد من ترعى أولاده مثلها نقول له ارضى بأخف الضررين وهو بقاؤها عندك لدفع أكبرهما وهو فقد أولادك لأم ترعاهم لعل الله أن يسلحها يوما وإن لا فيسيحاسبها على فعلها هيك بالحياة في ناس كثر يقيمون على أقل الضررين الأخت عفاف صاحبة القصة في مطلع الخطبة نقول لها يجوز لك أن تطلب الطلاق زوج عنده مرى وبنتين ما عم ينفق عليهم إلا القليل ولسانه سليط يجوز لزوجته أن تطلب الطلاق ولكن ننصحك إن كنت قادرة بأن ترضي بأخف الضررين وهو بقاؤك مع زوج صعب للحفاظ على بيتك وبنتيك لدفع أكبر الضررين وهو ترك البنات لسوء خلق الأب ولوعة فقد الأم إلى أن يصلح الله زوجك أو تصيري كاسبة للمال لتذهبي عندها مع بناتك لبيت أبيك أبوه ما بقدر ينفق اتدربي على العمال اعمل يسير إليك دخل صار معك مال عندها اذهبي إلى بيت أهلك ويذهب زوجك إلى محاسبة الله تعالى ما لم يتوب ويرجع لتحمل مسؤولية زوجته وبنتيه وبنتيه وهكذا أيها الإخوة يختار أخف الضررين هذه قاعدة في جزئيات حياة كثيرة ولعل أكثر ما نواجهه في هذه الحياة هو هذه القاعدة وإن كنا نحب دائماً أن نأخذ الخير كله وندفع الشر كله أيها الإخوة إن اللبيب إذا بدى من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطراء إن اللبيب إذا بدى من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطراء فالموازنة بين الأمور شأن أهل العقل والوعي والحكمة فلا يكفي العاقل أن يعلم الخير من الشر بل لا بد أن تعلم خير الخيرين لتأخذه وشر الشرين لتتركه لا يكفي العاقل أن يعلم الخير من الشر بل لا بد أن تعلم خير الخيرين لتأخذه وشر الشرين لتتركه وينفعك في معرفة خير الخيرين وشر الشرين الآن أهم في هذه الخطبة كيف بدك تصير تعرف خير الخيرين وشر الشرين خير الخيرين لتأخذ الأحسن وشر الشرين لتترك الأسوأ ينفعك في معرفة خير الخيرين وشر الشرين أربعة أمور أولها وهو الأساس توفيق الله تعالى أن يوفقك الله عز وجل للصواب أن يلهمك الله تعالى الصواب أن ييسرك للصواب لتختار أهوان الشرين لتختار أفضل الخيرين وثانيهما كثرة العلم احضروا يا شباب يا رجال يا أخوات في مجالس العلم اقرأوا ادرسوا احضروا دورات حصلوا شهادات تابعوا مسائل العلم العلم يدربك على اختيار خير الخيرين يعطيك موازين دقيقة لتعرف أي شيء أفضل من أي شيء آخر توفيق الله تعالى وكثرة العلم وإعمال الفكر بدك جلوس خلوة تفكر بالمسائل الأمر ليس اعتباطاً وليس فتحاً للجوال وقراءة ما يأتيك على رسائل الواتس أمر يحتاج إلى خلوتين تفكر بها في هذا الأمر القادم إليه أو الذي تريد الابتعاد عنه والرابع الأخير استعمال مشورة العقلاء شاور أهل العقل شاور أهل الحكمة شاور أهل الصواب أهل الفقه أهل الفلاح يعينوك توفيق الله وكثرة العلم وإعمال الفكر واستعمال مشورة العقلاء ومن يرد الله به خيراً يفقه في الدين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيافوز المستغفرين استغفروا الله